تنهي الأزمة القطرية عامها الثالث ولا يزال نظام الدوحة مستمرا في سياسته في دعم التنظيمات الإرهابية وإيواء المتطرفين رافضة العودة لجادة الصواب عبر الامتثال لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمر ثلاث سنوات بالتمام والكمال على قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع دولة قطر لأسباب لم تعد اليوم خافية على أحد تتصدرها التدخلات القطرية في شؤون هذه الدول ودعم التنظيمات الإرهابية وإيواءها بل وتوفير غطاء شرعي لم يدم لهم طويلا فقد انكشفت الحقيقة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وجدت نفسها مضطرة لاستخدام حقها السيادي في قطع دابر السلوك القطري العبثي والفوضوي وهو قرار طال انتظاره بعد إصرار الدوحة على الاستمرار في نقض المواثيق والتعهدات ومنها اتفاق الرياض الذي كان بمثابة المخرج الأخير للعودة إلى جدة الصواب وإقامة علاقات طيبة مع بقية الأطراف ضمن الاتفاق إلا أن ذلك لم يكن خيارا مطروحا في بيت الحكم القطري على ما يبدو فما بعد اتفاق الرياض كما قبله تعنت ومكابرة ورغبة جامحة في الابتعاد عن المحيط الطبيعي دون مراعاة لحقوق الجيرة وللقيم والمبادئ المشتركة خليجية كانت أم عربية فاختارت الدوحة القرضاوي الذي يترأس قوائم الإرهاب ومن تبعه بغير إحسان على مصالحة الأشقاء والامتثال لمطالباتهم العادلة لا يلوح في الأفق سوى استمرار الدول الأربع في موقفها المقاطع والرافض للسياسة القطرية الهدامة كما لا تلوح في ذات الأفق بوادر قطرية لحل الأزمة والانتقال من المرفأ الإيراني إلى المرفأ الخليجي الجامع غير أن النظام في قطر يصر على تفويت الفرص والمراوغة ظنا منه بأنها مناورات سياسية قد تجهد صناع القرار الرباعي في حين أنها ليست سوى لعبة مراهقين لا ينزل لمستواها الكبار ولا يضرهم استمرار أمد المقاطعة طالما أنها تنعكس إجابا على مصالحها ومصالح شعوبها وطالما أنها الطريق الأوحد لتقويم السلوك القطري دعوات الدول الأربع على الرغم من العداء القطري الواضح يمكن اعتباره نداء لتحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة للدول والشعوب ودعوة للمضي نحو حل حقيقي بدلا من النواحي المستمر أمام المجتمع الدولي وبدلا من انفعال المظلومية المصطنعة على قناة الجزيرة القطرية وأخواتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر